القرآن الكريم إذا قسمناه إلى أقسان الرئيسة ينقسم إلى قسمين اثنين في مضمون الرسالة ينقسم إلى قسمين اثنين أو غايته غايته اثنين توحيد الخالق والإندار والتبشير هذه رسالة كل ما أجمل الله أو أسهب الله أو قاله الله في القرآن الكريم من آيات تخدم هذا المضمون أو لم يسير في الأرض للإندار والتبشير ونظروا ماذا في السموة الأرض للإندار والتبشير والتذكير بسعى الخالق الهاكم التكاتر حتى زلتم مقابر إندار والتبشير هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فمشوا في مناكبها إيش وأكونوا من رزقه بعدين وينشور كل إندار والتبشير فغايته القلية توحيد الخالق سبحانه وتعالى هذه رسالة الرسل وهذه هي رسالتهم وإيش قلنا إن داروا تبشير ينذرونكم لقاء يومكم هذا ويبشرونكم برضوان الله وجنته هذا في الأعمال لكن إذا تفرعنا إلى هذه الأمور سنجد أحكام نجد أحكام عبادات وما شكلها من زكاة وغيرها أقيموا الصلاة والزكاة قتب عليكم الصيام صح؟ وهذه لها سأقول لك في جوابها ماذا تتضمن التفكر في خلق السماوات والأرض والسير في الأرض والآيات الكونية إذا الشمس قويرت وإذا النجوم كدرت هذه لها تعبير خاص في المقابات أقول لك آيات قصص الأنبياء الأسلوب القصصي الذي كثر في القرآن الكريم الأسلوب القصصي له مضامين حديث ربنا سبحانه وتعالى عن النار وأهل النار وما أعد لهم وحديثه عن الجنة كما في صورة الدهر وصورة الإنسان كلام قضية الخلق والتخليق والإعجاز لها كلام إذن هذه المضامين هذه المضامين سواء كانت أحكام أو كانت آيات توحيد أو كانت آيات تفكر أو كانت آيات آيات تبصر أو آيات كونية يجب علينا قبل أن نستدعي أي مقام أو أي أدى التعبيرية يجب أن نتعايش هذا السر والله يا جماعة الخير يجب أنا كقاري أو كتالي للقرآن الكريم أن أعيش هذه الآية فمثلا حينما أقرأ قول الله تعالى اقرأ باسم ربك هكدك اقرأ باسم ربك الذي خلق أمره خلق الإنسان من ألق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذا تعريف برب العزة فيه أول ما نازم قوى الكريم أختار له مقام الصب مثل سؤاله هل ستختار له مقام الصب تسرعت في الإجابة يا شيخ لماذا لا قعدت تقافى هذه هل تختار له مقام الرسل لا تقول لي لا ولا تقول نعم هل تختار له مقام السيكة لا تقول لي لا ولا تقول نعم هل تختار له مقام الحجاز لا تقول لي لا ولا تقول نعم لماذا لأن الإنسان هو الذي يجب أن يتعايش مع هذه الآيات ويحاول أن يعبر عليها في صورة تعبيرات طيبة من قلبه إلى كل مستمع صح كالذي يقص قصة حينما يكون خطيب يقص قصة هل يأتي بمقام الخطيب في الواحد أو الشخص اللي يأتي في موعدة هل يأتي بمقام يا شيخ إليكم هذه القصة دات يوم منظر إلى تعبيره خرج رجل فقال فوجده فضربه ضربة ولم يمكث هذه التعبير هذه التي يفترض أن أول شيء أجعله في قيارة القرآن يا جماعة الخير المقامات والصعود والنزول ما هي خادمة إلا للتعبير الإنساني والوجداني لأن هذه وسائل والله موهن لي المشكلة هذه هي وسائل فحينما أشبت الشيخ قلت هل تقرب الصباح خيرا سأقراها بالصباح وسأقراها بالرستو الآن وسأقراها بالحجاز لكن لا تجعل انطباعك للمقام هو الذي يخدم لا لا انظر إلى الآيات انتبه معي اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بالله لكم هل لا حطتم فرق؟ دائما أقولها أنت المقام وأنت المعبر وأنت الذي ستوصل هذه الرسالة ممكن تصلها بسرعة يا جماعة الخير في من ناس أصواتها أجمل من الشيخ البهلول والشيخ عبد الرشيد والشيخ عبد الصمد والشيخ الصديق والشيخ فولان والشيخ علان أجمل منا بكثير والله علميا ونظريا لكنهم حينما يقرون القرآن أقسم بالله تقفل آذانك وستجدونهم إن لم تسمعونهم يمطط ويشطط ويركب وينزل ويصعد وتخرج كأنك لم تصلي أقسم بالله وتجد ناس لا علاقة لها بهذا الجو تقول اسمعت الشايب هذا كيف قرأ؟ سبحان الله قرأ قراءة قلبية وهذا هو المطلوب وهذا هو المطلوب والله يا جامعة الخير هذا هو المطلوب فعالعموم سأعطي كلام عام في هذه الموضية أنا أفضل أفضل أن يقرأ القرآن كما أخبر علينا بأن يقرأ بتحزن والتحزن هو عبارة عن مقام أن الإنسان يتعايش مع هذه الآيات تحت بند الإندار والتبشير تحت بند أنني أوضح لهؤلاء الذين خلفي مش إمكانيات صوتي مش إمكانيات صوتي التي وهابها الله لي سأجعلها خادمة لإيصال هذه الرسائل الكلامية والكلمات المقدسة لمن خلفي من الصلاة هذه إن كانت في قلبي كل إنسان أقسم بالله ستكون أفضل قال وتحقق الغاية من تلاوتك لكتاب الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر